السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتنا القضايا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخرج ببلاغ قبل البدء فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا اعجابكم بالمقطع لأن الاعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل اكبر فهذه القضية تعد من اهم الاخبار اليوم بالصحف والجرائد المغربية وبحسب ما ذكرت الجريدة المغربية هيس بريز أن وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى الاتحاد العربي لكرة القدم على إثري البلطجة الجزائرية التي تعرض لها أشبال الأطلس خلال نهاية كأس العرب لأقل من 17 سنة أمس الخميس في مدينة وهران وعبرت الجامعة ضمن الرسالة ذاتها عن الإدانة الشديدة للأحداث الوحشية والهمجية التي تعرض لها لعب المنتخب الوطني من طرف لعب الفريق الخصم والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب كما أضافت أنها تستغرب الغياب التام للأمن في حضور جماهير غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة وطلبت الجامعة الاتحاد العربي لكرة القدم باتخاذ الإجراءات الصارمة التي تستدعيها النازلة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعبة كرة القدم وعبرت عن الأسف العميق لغياب الروح الرياضية أثناء هذه المباراة وفي الأخير أكدت الجامعة الملكية لكرة القدم أنها ستسخر كل الإمكانيات القانونية من أجل سون حقوق أشبال الأطلس وترسيخ مبادئ الروح الرياضية التي غابت جملة وتفصيلا في أعقاب هذه المباراة النهائية التي جمعت بين لعبين أطفال تقل أعمارهم عن 17 سنة كما أن العديد من المغاربة لم يعجبهم الأمر وسنذهب إلى التعليقات ونقرأ فأشرف كتب عندما أصادف مقاطع الفيديو للبطولات أو المباراة التي تحتطنها دولة الجزائر أو في طريقة تنظيم الملتقيات الرياضية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والجمعية والثقافية وغيرها أستغرب وأتأسف جدا من التأخر الكبير الذي تعرفه هذه الدولة كأنها تعيش في القرن العشرين كوني عندما ألاحظه أتذكر بتلك المقاطع مغرب السبعينات الثمانينات والتسعينات شكرا لك يا جزائر وأيضا تعليق ماريان قالت لماذا يلعب الجزائر في المغرب يستقبل بالورود لكن خسرت العادة فكل مرة يعيدون نفس الشيء فليستعدوا حيث علق الجنون الأعمى أيضا وقال لا استغراب هذه الدولة الشرقية لوطننا العزيز كل القوانين الدولية المسيرة للدول الحقيقية معلق عندها إلى حين الله حد البعث من هذا الجنون ألا منتهي معه الأسف وقال عبداللطي في التعليق أيضا لو فاز المنتقب المغربي لتعرض لأكثر مما تعرض له في مباراة لم يعتبرها الجزائريون مباراة كرة القدم وإنما أمرا آخر جندوا له كل شيء سوى الروح الرياضية تساؤل يطرح هل بمثل هذا التنظيم أمنا؟ وملاعب ستؤهل الجزائر لاستقبال تظاهرات أخرى أنتم هجبوا عن هذا السؤال وأطرقوا لنا التعليق في أسفل المقطع وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنزور الشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا